مرحبا بكم متابعين في موجز أخبار اليوم إذن مع أبرز العنوين حادث أليم لاستدام تسلسلي لخمس مركبات وهزة أرضية مخيفة بولاية البوليدة ووفاة أكثر من ثلاثون شخصا وإصابة ألف وثلاثمائة واثنين وسبون آخرين وآخر حصيلة عمليات الجيش الوطني الجزائري ومع خبر جنوح سفينة صيد بولاية جيجل ومخططا أمنيا من طرف الدرك الوطني بمناسبة أشعان وأهم تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولكن كالعادة متابعين الكرام لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع التفاصيل مع أول خبر حيث تشهد الجزائر الفترة الأخيرة حوادث مرور والتي أصبحت تحدث بشكل متكرر ويومي وغير اعتيادي فقد اهتزت اليوم أيضا ولاية البوليدة على خبرين أولهما حادث مرور حيث تمثل هذا الحادث في استدام عنيف وتسلسلي لخمس مركبات مختلفة حافلتين لناقل المسافرين وشاحنة وأيضا سيارتين بالطريق السيار الشرق غرب اتجاه الشرق بني تامو وبالضبط على مستوى بلدية بني موراد بذات الولاية وكما أصفر هذا الحادث على إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة كحصيلة أولية حسب بيان الحماية فيما قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان من أعوان الحماية المدنية ثم تحويلهم إلى مستشفى الولاية نسأل الله لهم الشفاء العجل والرجاء متابعين أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتأني فسلامتكم قبل كل شيء وكذلك مع خبر تسجيل هزة أرضية بذات الولاية البوليدة وتبلغ شدتها 2.4 درجة على سلم ميرشتر حسب بيان مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية وبيان الحماية المدنية وقد حدد مركز الهزة والتي وقعت في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال و57 دقيقة بـ 6 كيلومتر شرق بلدية حمام ملاو بذات الولاية والحمد لله لم يتم تسجيل أي خصائر بشرية أو مادية بسبب هذه الهزة حسب بيان الحماية المدنية ومع خبر ثاني وهذا حسب بيان حصلت مصالح الحماية المدنية فقد لقي 38 شخصا حتفهما وكما أصيب 1372 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة بسبب وقوع أكثر من 2200 حادث مرور بعدد من ولايات الوطن وهذا خلال فترة قصيرة تمتد من الفاتح من جانفي إلى 7 جانفي أجاري وكما وضح ذات البيان بأن أثقل حصيلة قد سجلت بولاية باتنا بوفاة تسعة أشخاص وإصابة 32 آخرين في 33 حادث مرور مختلف وكما قامت وحدات الحماية المدنية بالتدخل بإخماد أكثر من 700 حريق منزلية صناعية وأخرى مختلفة أبرزها بالجزائر العاصمة عن نابا وتيبازا والآن مع خبر آخر حصيلة عمليات الجيش الوطني الشعبي الجزائري وهذا في ظل الجهود المبذولة والمتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريم المنظمة بكل أشكالها فقد نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في فترة ممتدة من تاريخ الأول من جانفي إلى 10 جانفي أجاري بعدد من عمليات والتي قد أصفرت عن نتائج نوعية تبرز مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة عبر تراب الوطن فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني 13 عنصر دعما للجماعات في عمليات منفصلة عبر الوطن وكذلك كشف مخبى وعشر قنابل تقليدية الصنع بكل من ولاية الجلفة بومردس ستيف وتيبازا وأيضا أوقفت مفارز الجيش بكل من تامرست وبرج باجي مختار وإنقزام وجانيت وتيندوف 131 شخصا وكذلك ضابط 58 مركبة و319 مولدان كهربائيا و177 متر قد ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن ومن جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وكذا القيام بإنقاذ 422 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وتوقيف 276 مهاجرا غير شرعي ومع خبر آخر مغاير حيث قام أعوان الحماية المدنية بإنقاذ ستة أشخاص بسبب جنوح سفينة صيد بولاية جيجل حيث تدخلت عناصر الحماية بشاطئ شلولة بذات الولاية بعد تلقي نداء مساعد مفاده جنوح سفينة صيد بسبب عطب أصاب المحرك والذي كان على متنها طاقم متكون من ستة أشخاص والحمد لله فقد تمت عملية الإنقاذ بنجاح وسحب السفينة إلى ميناء بوديس بعد تثبيت كوابل الجر من طرف غطاسي الحماية المدنية وكما قد سخرت مصالح الحماية لهذا الحادث إسعافات الوحدة الثانوية للحماية مدعومة بفرق الغطاسين وزورقين إضافة إلى جهاز أمني خاص للتدخل في حالة الطوارئ والآن مع خبر آخر مغاير في إطار تنظيم واحتضان الجزائر للطبعة السابعة للبطولة الإفريقية للأمم المحليين الشعن فقد سطرت قيادة الدارك مخططا أمنيا وقائيا والذي يرتكز على توفير تغطية أمنية ناجعة ومراقبة ميدانية فعالة حسب بيان هذه المصالح وكل هذا من أجل ضمان مرور هذا الحدث الرياضي القاري في جو من الهدوء والأمن بمراقبة فعالة وميدانية لكل الفنادق المخصصة لإيواء المشاركين وكذلك أماكن التدريبات وإجراء المنافسات بالولايات المعنية والولايات المجاورة وتأمين المواصلات على محاور الطرقات التي تسلكها المنتخبات المشاركة وكذا الوفود المرافقة لها وهذا بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وفي هذا الصدد فقد أشارت قيادة الدارك الوطني أن توفير الظروف الملائمة وضمان سير فعاليات البطولة في جو من الطمأنين والأمن ونجاحها يعتبر وسيلة لإبرازي مكانة الجزائر على الصعيدين الدولي والإفريقي ومع خبر أخير تصريحاته الرئيس عبد المجيد تبون بعد تتشيني ملعب نيلسون منديلا حيث بارك سيادة الرئيس بعد تتشيني لملعب براقي للشباب الجزائري بهذا الصرح الرياضي الكبير قائلا أنه سيتم توسعة وتغطية ملعب خمسة جوليا وكما سيتم بناء ملعب جديدة في كل من ولاية بشار وولاية ويرقلا أما في خصوص ولاية قسنتينا سيبقى القرار لأهل الرياضة بذات الولاية لاتخاذ القرار المناسب وكما صرح الرئيس بأنه سيتم بناء هذه الملعب للشباب الجزائري للرفع من مستوى رياضينا ولقد أضاف الرئيس بالقول أنه أخبر رئيس الفيفا أنه بإمكاننا تنظيم مباراية أوروبية ودولية بالجزائر وكذلك مباراية إفريقية لأن الجزائر عادت لإمتدادها الإفريقي ولذلك تمت تسمية ملعب الراقي بنيلسون مانديلا ومرحبا بتنظيم مباراة دولية هنا وسنوفر جميع الظروف لإنجاحها وبهذا متابعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقى في المتابعة ليسلكم جديد أخبار الجزائر من مصادر إخبارية موثقة ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى موجود أخبار آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة